بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر باسم الله وأتلذذ بالصلاة أكبر باسم الله أدعوا فستلقى خيرا خيرا بإذن الله خيرا بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وذارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد روى أبو داود في سننه بسند حسنه الألباني أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلين بالحراسة أمر رجلا من المهاجرين ورجلا من الأنصار فلما خرج رجلان اضطجع المهاجر وقام الأنصار يصلي فأخذ سهم فرماه به فوضعه فيه يعني استقر السهم في جسده فنزعه المصلي الأنصاري ورماه ثم أكمل صلاته فرماه بسهم ثاني استقر فيه فنزعه وألقاه ثم أكمل حتى رماه بثلاثة أسهم لكن بعد السهم الثالث ما استطاع الأنصاري يستحمل فركع وسجد ثم انتبه صاحبه المهاجر فلما رأى المشرك أنهم أحسوا به وعرفوا مكانه هرب ورأى المهاجر ما بالأنصاري من الدماء فقال سبحان الله ألا نبهتني أول مرة يعني كنت أخطرتني من السهم الأول ترون ماذا قال الأنصاري الذي كان يصلي قال كنت في صورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها نعم كان يصلي يتلذذ بالقراءة والصلاة فلم يرد أن يقطع تلك اللذة سبحان الله هل يوجد شيء كهذا في الدنيا هل هناك إحساس يصل إلى هذه الدرجة بل أكثر انتظر حتى نرحل معا إلى أحلى عبادة في العالم أحلى عبادة في العالم هي الصلاة التي إذا سلمت وانتهيت منها تحس براحة وأنك فعلا قد ارتويت ابن الجوزي يقول عن صلاتهم يقول إنا في روضة طعامنا فيها الخشوع شرابنا فيها الدموع أصلا إذا كنت ترى جسم الخاشع على كوكب الأرض فروحه في الحقيقة تجول وتسبح في مكان آخر أتدري أين تذهب روحه؟ روحه تحوم حول العرش عرش الرحمن كما قال الشيخ السلام التيمية وقد يقول قائل لكن هذه اللذة يعني عند السابقين من السلف وفي العصور المتقدمة وليست في هذه الأيام سبحان الله من قال هذا؟ ذاق هذه اللذة وناس مثلك ومن عمرك ومن قبل فترة بسيطة أيضا أقامنا دورة بنفس عنوان هذا البرنامج كيف تتلذذ بالصلاة؟ بلغ عدد الحضور أكثر من خمس وعشرين ألفا من الرجال والنساء لماذا؟ لأن الناس محتاجة بشدة إلى هذا الأمر يريدون أن يتلذذوا بالصلاة يريد الواحد أن يرتاح وبعد أن عرضنا أسرار الصلاة وكيفية الوصول إلى تلك اللذة بدأت صلاة تتغير عن مكانت عليه في الماضي ولست أنا الذي غيرها ولكن الله هو الذي غيرها لم أعرف هؤلاء طريق الخشوع تغيرت صلاتهم فضل الله وحده أجرينا استبيان كانت نسبة الذين تغيرت صلاتهم أكثر من تسعين بالمئة من الحضور الحمد لله بحسب دراسة موثقة فمن قال لك أن اللذة هذه فقط للسابقين من المشاركات التي وصلتنا في الاستبيان هذه إحدى المشاركات تقول أنا متحسرة على كل صلاة صليتها في السابق أحد المشاركين في الاستبيان يقول بعد المحاضرة صليت أحلى صلاة عشاء في حياتي إخواني أنا لما رأيت الناس من حولي كيف يتغيرون إذا اكتشفوا هذه الأسرار أحببت أن تذوق والذي ذاقوه فقط لا أكثر لا أقل أريدك أن تذوق لذة الصلاة كما ذاقها هؤلاء هذا الشيء العجيب الغريب متى تأتي هذه اللذة ومن أين تأتي كيف تسلب ومتى تذهب وإذا أتت فلماذا لا تستمر وكيف أجعلها تستمر إنها السر من الأسرار كما يسميها بن قيم ولكي تكون من الذين هم في صلاتهم خاشعون لابد أن تكون لذيك مفاتيح الصلاة وللصلاة أسرار ومفاتيح كثيرة منها مفتاح سحري غير صلاة الآلاف هذا المفتاح من مفاتيح الصلاة غير صلاة الآلاف إحدى الأخوات التي استعملت هذا المفتاح تقول المفتاح السحري فعل بي الأعاجب عندي داخل هذا الظرف المفتاح السحري الخشوع جربه الكثير فكان مفعوله عليهم كالسحر سحر حلال كما قال صلى الله عليه وآله وإن من البيان لسحره نعم إن الخشوع بابا مفتاحه موجود هنا في الداخل وسأفتحه في حلقة من حلقات عندما يحين وقته يعني أنا لا أقولها في آخر حلقات لا لا بل قريبة إن شاء الله في الحلقات القريبة القادمة أخي الكريم هذا ليس برنامجا ثقافيا فحسب هذا برنامجا تدريبي يدربك على بلوغ لذة الصلاة وحلاوتها وهل تظنوا أني أنا الآن أبالغ والله الذي يسمعني الآن وقد جرب يعرف أني لا أبالغ يعرف من الذي أقصده ومن لم يجرب فلينتظر حتى يتذوق الذي ذاقه هؤلاء معقول ما جربت الصلاة ما جربت لذتها إلى الآن ما ذقت حلاوتها والله مسكين الذي لم يذوق حلاوة الخشوع ولذة الصلاة أخي الكريم أختي الكريمة أنا الآن بين أيديكم فاتح ذراعي أدعوكم إلى صلاة نذيدة تشفي الصدور وتطرد الهموم وتزيل الغموم تريحك هذه الصلاة تريحك أنا أعلم الله أنه لربما لديك بعض الضغوط النفسية أو الهموم العائلية لعل مشاكل العمل هي ساب أو بعض الديون أنا أعرف شعورك والله أعرف شعورك أنك تحتاج إلى أن تريح قلبك وتسعد فؤادك والله ثم والله لن تجد أحدا يعطيك الراحة إلا الذي يملك الراحة من هو الذي يملكها؟ الذي يملكها هو الله وقد أخبرنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنها في الصلاة فكان يقول لمؤذنه أقم الصلاة أرحنا بها يا بلا هل تحبون أن نبدأ؟ طيب هناك شيء يجب أن تغيره في صلاتك مفهوم كثير من الناس يظن أن الخشوع في الصلاة هو فقط ألا تسرح أن تكون حاضر القلب أن تكون فقط غير شارد الذهم لا يجب أن نغير هذه الفكرة يجب أن تعلم أن حضور القلب وعنى عدم سرحان هذا فقط أول خط هذه أول معاني من معاني أسرار الصلاة ولذتها أول هذه المشاعر وإلا هناك بعد ذلك أعماق وأعماق أتريدون أن نأخذ عمق من هذه الأعماق تابعونا بعد القصة بصلاة أدنوا من ربي وغنور في الدنيا قلبي ومكبر باسمي بصلاتي أدنوا من ربي وغنور في الدنيا قلبي أهلا بكم أعزائي المشاهد تفقنا قبل الفاصل على أن لا تكون غايتنا هي فقط عدم السرحان في الصلاة بل يجب أن نغوص فيما هو أعمى وما هو أفضل وأكثر لذة وما أحلى لذة الصلاة لهذا يجب أن تعلم أن حضور القلب هو فقط أول هذه المعاني وأول هذه المشاعر وإلا فهناك بعد أعمق من حضور القلب فقط أول شعور من مشاعر الصلاة هو حضور القلب يعني أن لا تسرح هذا أول شيء المطلوب منك أن لا تسرح بعضهم يقول حضور القلب ليس سهلا وأنا سأحاول أن أحضر قلبي يا أخي لا يحتاج أن تحاول لا يحتاج كثير من الناس يجاهدوا على هذا الشعور وأنا لا أدل لماذا يجاهدون عليه المفروض أنه لا يحتاج منك أن تجاهد عليه لماذا؟ لأنه وببساطة لذة حضور القلب مع الله في الصلاة أعذب بكثير بكثير من لذة السرحة حضور القلب أعذب وألذ من السرحة ما الفرق؟ بين صلاة من هو يعيش حالة من أحوال أهل الجنة في الخشوع واللذة والراحة وبين صلاة غير الخاشع كلهم يفعلون نفس الحركات وكلهم يأخذون نفس الوقت ما الفرق؟ الفرق هو حضور القلب إذن أحضر قلبك يا أخي عشر دقائق فقط أحضر قلبك فيها لا تفكر بالدنيا عشر دقائق ثم إذا سلمت من الصلاة فكر بالدنيا إلى الصبح أما يستطيع الواحد مننا أن يمسك نفسه عشر دقائق؟ أخي الكريم نحن نصلي في اليوم خمس صلوات لو فرضنا أن الصلاة الواحدة مدتها خمس دقائق لا لا أنا بزيد عشر دقائق يعني كم صلاة في اليوم؟ خمس والوقت؟ خمسون دقيقة أقل من ساعة أقل من ساعة لله وأكثر من ثلاثة وعشرين ساعة لك فكر فيها بالدنيا بلي تريدها فيما أباحه الله فقط أقل من ساعة لله لا حتى هذه العشر دقائق الواحدة نحولها إلى الدنيا صحرا قد تقولي طيب أنا أحضرت قلبي ماذا أيضا؟ أقول لك هناك عمق آخر لن نقف هناك عمق آخر زيادة على حضور القلب أكثر خشوعا وأكثر لذة ما هو؟ هو الفهم بعض الناس حاضر القلب حاضر القلب لكنه لا يفهم ماذا يحدث وما يفهم ما الذي يفعله ولا يفهم الكلام الذي يقال دعونا نزور منافسا هو من أشهر منافسيكم في الصلاة ما رأيكم؟ تفضلوا معي أهلا بكم أعزائي المشاهدين نحن الآن في المسجد واسمحوا لي أن أقدم لكم الذي ينافسكم في الصلاة في الحقيقة إنه هذا العامد وأنت أختي الكريمة الذي ينافسك في الصلاة هو عامد المنزل كل عامد في المنزل أو المسجد فهو ينافسكم في الصلاة إذا كنت تقف في الصلاة عشر دقائق فإنه يقف في المسجد أربع وعشرين ساعة فإن قلت لي أنا أسجد في الصلاة أقول لك ومن قال أنك الوحيد الذي يسجد حتى هذا يسجد قال تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض هو يسجد ولكنك لا تشعر به فإن قلت أنا أسبح في الركوع وفي السجد حتى هو يسبح قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه نتسبيحهم لا تحس به هو يسبح فإن قلت على الأقل أنا أقرأ القرآن أقول لك ومن قال لك أنك أنت الوحيد الذي يقرأ القرآن هناك غيرك من يقرأ القرآن ما رأيكم الأشياء التي تفعلها في الصلاة لست وحدك الذي يفعلها لو سألت العمود ماذا قرأ الإمام لقال لك لا أدري البغبغاء لو سألته ماذا قرأ لقال لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته نحن نسألك الآن ما الفرق بين الرحمن والرحيم كلهم يدلوا على الرحمة ما الفرق قولك التحيات الله والصلاوات والطيبات ما معنىها التسبيح ما معنى التسبيح قد يقول قال تعظيم أنا أريد أن أعرف سبحان ما معنىها كثير من الناس يظنوا أن الحمد هو نفسه الشكر خطأ يختلف ما معنى تبارك اسمك وتعالى جدك المشكلة أننا نردد أمورا لا نعرفها ثم نتسأل لماذا لا نخشع ليس فقط أكبر أهدافك هو أن لا تسرح هذا أول عمق الأمر الآخر هو أن تفهم وإلا لا فرق بيننا وبين الطيور نتتكلم وربما أعمد أخرى تعبد الله أيضا سنكشف عن أسرار هذه الكلمات ومعانيها فإذا كشفت عليك وعرفت أبعادها سيتغير شعورك أصلا بعد هذا البرنامج سيتغير صلاتك ولا شك بإذن واحد أحد أخي الكريم مسألة قبل أن أودعك لا تقل لا أستطيع لا تقل إذا كنت أنت تريد أن تصلي فيستحيل أن الله عز وجل يطلب منك أن تخشع وأنت لا تستطيع أن تخشع من قال أنك لا تستطيع قل لا أريد نعم لا تقل لا أستطيع تستطيع الدليل أشياء كثيرة تستطيع فيها ألا ترى الطالب إذا دخل في الاختبار ويعرف الإجابة وبقي عشر دقائق على تسليم الورقة والأسئلة فاضية بيضاء ليس فيها إجابة أتراه يخرج من الاختبار فيسألونه لماذا لم تحل يقول والله سرحت مستحيل أعرف الإجابة وأسرح ما يسرح لماذا لأنه يستطيع كما أنك أنت استطيع نفسك وذهنك وعقلك من الذي يملكه أنت الذي تملكه وليس غيرك كثير من الناس يشاهد الأفلام والمسلسلات ثم بعد انتهائه هل يوجد واحد منهم فقط لا فهم القصة لأنهم سرحان مستحيل أخي الكريم أنا أدعوك إلى أن تشتهد وأبشر فإن الله أكرم ما تصور وأعظم ما تخيل يعطيك تلك اللذة إذا رأاك فعلا تريد تلك اللذة واستعنت به يعطيك إياها قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا الله عز وجل الكريم أكرم ما تصور وأكرم ما تخيل أخي الكريم بعد دخولك في هذه الأبعاد ستصل إلى مرحلة تتمنى ألا تنتهي الصلاة وتتمنى أن تبقى فيها أكثر وسوف تشاهد ذلك فعلا ولكن المسألة تحتاج منك إلى عزم على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله وأتلذب بالصلاة كبر بسم الله أدعوه فستلقى خيرا 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 بإذن الله خيرا بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر